الاستغلال ده فكرة موسيقى لكل شيء يطول يا ناس بيصنع ناس بيخة فديقة لا يعرف رحمه ولا احساس يعني حسالة بفكر زباله حيوان بياكل خوف في غابه افضل منهم بالطبع يا ناس لانه لا يحمل مست العقل ممكن يأكل اخوه وخلاص ورغم ده كله يا ناس وبجد ممكن يحمي اخوه في الصعب اما الانسان اللي استغلالي فاي حال مهما كان لعبه بجد في الوقت الصعب عند الناس ما يرحم حد لانه حسالة بفكر زباله وصف ليه المتواضع انه رمه وهيفضل رمه مدام بيلعب على ضحف الناس بيستغل ظروف او حاله يكسب مال يكسب منصب بيعمل فتنة في ايها حاله مبسط بيه هو يا ناس هقوله بصد ويا ريته يفوق لي لاني عايز له الصح هتفضل رمه مهما عليت باستغلالك لان اساسه ظلم الناس لكن يوجد امامك فرصة انك حي بين الناس استغل ده في الصح مرة واحدة صحيح في حياتك وابعد فيه عن ظلم الناس استغلال الظلم خلاص ابعد عنه يا ابن الناس مهما كان هيجب ليك ولو عرفت تعالج منه من اللي فات خيرك هيزيد ساعتها هتبعد اوى عن لقبك انك رمه بين الناس وناس كتير حواليك هتشهد انك تعرف معنى الرحمة والاحساس باحوال الناس والاهم هترضي ربك اللي جاي حسابه للناس ولو ما كنتش تعرف ربك تاريخك هيبقى نصر الاهلك وفي حياتك تشرف ليك اسمع مني ما تبقى شرم خليك نظيف الله يهديك وفي النهاية باستغلالك لاي ظلم ايه هيفيد كله رايح وانت عارف اللي قابلك مهما استغلهم وكسبوا مال واللجاه من ظلم واضح في الحياة قول لي انت خدوا ايه غير تاريخ كله فضايح وناس كتيرة تشهد عليه فوق يا عم بلاش دي خيب لاستغلال بالوضع ده في الحقيقة اكبر مصيبة عيب علينا بجد يا ناس نستغل بعض يا ناس لاستغلال فتنة كبيرة طريق ضمار بيغوي الناس نستغلال فتنة كبيرة بيغوي الناس اشتركوا في القناة